مرحبا تلاميذ الصف الرابع شوانكم شخباركم يا ربو تكونونه بخير وصحة وسلامة درسنا لهذا اليوم هو الضمائر صفحة 42 من قواعد اللغة العربية عندنا الضمائر هي اسمان نرمز لها الى المتكلم يعني ضمائر المتكلم هي من احد يحكي عن نفسه يقول انا تلميذ مشتهد واذا جمع يقول نحن تلاميذ مشتهدين هذا اذا جمع مخاطبة يعني اخاطب احدان اذا احط شوية نقول انت للولد انت للبنت انتما للمثنى وانتنا للجمع وانتم للجمع المذكر الغائب هو شخص ما موجود بس نريد نذكره فنقول اذا ولد نقول هو واذا ابنية هي واذا اثنية نقول هما وهم وهن الدار منها مفرد ومثنى وجمع وله عدة انواع ظاهرة منها بارز يعني واضح مستتر منفصل ومتصل ادنى اول اول الزمائر المنفصلة هو ضمائر المتكلم الزمائر المنفصلة اول الزمائر هي ضمائر المتكلم ثاني ضمائر المنفصلة ضمائر المخاطبة ضمائر المخاطبة يعني جاء خاطب احد وبعدها ضمائر الغائب للغائبين ضمائر للغائبين هذه ضمائن سميها منفصلة شنو معنات منفصلة يعني ما متصلة بالكلمة لهذا سموها منفصلة زين نجد نتعرف على الزمائر المتكلمين انا جاي احكي عن نفسي يعني انا جاي منقول متكلم يعني جاي اتكلم عن نفسي اذا مفرد نقول انا انا ضمير متكلم للمفرد نحن ضمير متكلم للجمع انا ونحن ضمائر متكلم انا فلاحة نشيطة نحن عاملان ماهران نحن وارضتان مخلصتان نحن معلمون قديرون نحن تلميذات مهذبات هذا يحكي عن نفسه اذا انا ونحن من ضمائر المتكلم نجد التدريب الثاني نحلع نقول انا ونحن انا للمفرد نحن للجمع اطباء مخلصون نحن اطباء مخلصون مهندسان ماهران نحن مهندسان ماهران ولد مطيع لأبي انا ولد مطيع لأبي جايحة عن نفسه هو مفرد نقول اربعة سائقتان متدربتان نحن سائقتان متدربتان جايحة عن نفسهن بس هن مو مفرد فنخلي نحن ام حنونة نقول انا ام حنونة نحن تلميذات مهذبات نحن تلميذات المهذبات نخلي نحن جنود او فيال تراب العراق نخلي نحن لان هم جنود جمع ادنا ضماء المخاطبة يعني انا جاي اخاطبة جاي اوجه مثلا قل انت تلميذ نظيف شي قلها شي هو اللي عليها قلها انت تلميذة ذكية جاي يخاطبوها جاي تخاطبين احنا يقول انت صديقتي انت اخي جاي انت تخاطبين نجي نقرأ انت تلميذ نظيف انت تلميذة ذكية انتما مهندسان ماهران عدنا انت للمفرد المذكر انت للمفرد المؤنث انتما للمؤثنى المذكر انتما مهندسان ماهران انتما عاملتان مخلصتان طبعا هاي للمثنى يعني شخصا انتم للجمع للجمع المذكر يعني مجموعة من الذكور يقول انتم فلاحون نشيطون انتم معلمون نشيطون او مجتهدون انتنى انتنى للجمع المؤنث يعني مجموعة من الاناث يقول انتنى مذيعات جيدات يقول انتنى امهات مربيات جاي احتي للنساء مجموعة جاي اخاطبهم يقول انتنى مذيعات جيدات انتنى معلمات جميلات وهكذا فهذه تسمى ضمائر المخاطبة يعني انا جاي اخاطب المقابل نجي هنا مطيني انت انت انتما انتم انتنى هذه كلها ضمائر مخاطبة ضمائر نكتب عليها ضمائر مخاطبة يعني جاي اخاطب نقول معلمان مخلصان اهنانا معلمان مخلصان مثنى شو حطل اخلي لهم انتما معلمان مخلصة جنود شجعان انتم جنود شجعان رسام ماهر نقول لها انت رسام ماهر رياضية نشيطة هاي ابنين نقول لها انتي كسرة رياضية نشيطة امهات حنونات جاي اخاطب هنشي قلل انتنى انتنى خلي ضمع التق وشدة وفتحة على الان انتنى امهاتن حنونات فائزتان ذكيتان قل انتما بما انه مثنى ثنيا فقل انتما جاي اخاطبهم انتما فائزتان ذكيتا اهنا عدنا ضمائر الغائب يعني الغائب الغير موجود يعني انا من احتي على احد غير موجود قل مثلا اذا صديقتش ما نقول فاطمة صديقتي اذا هي ما موجودة نقول هي صديقتي ها زين يعني غائبة ما موجودة فاحنا نجي نقول العراقي بطل اذا ما موجود العراقي فنقول هو بطل فاطمة خياطة اذا فاطمة ما موجودة نقول هي خياطة هو للمذكر وهي للمؤنث علاء ومحمد طبيبان اذا علاء ومحمد ما موجود نقول هما طبيبان هما للمذكر المذكر المثنى لشخصين ذكرين امل وسعاد معلمتان اذا امل وسعاد ما موجودة فنقول هما معلمتان اذا هما للمثنى المؤنث نقول رياض وعباس ومروان اصدقاء اذا رياض وعباس ما موجودين شنخلي مكانهم هم اصدقاء هم اذن هم للجمع المذكر الى الجمع المذكر وغائب فنقول هم هم اصدقاء زين اذا مجموعة من البنات نوال وخلود وفاطمة ما موجودات موظفات شنقول هن 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 موظفات هن موظفات اذا هن للجمع المؤنث الغائب يعني ما موجود هن نجي ضمائر الغائب هو هي هما هم هن هذه للغائب نجري نحل التدريب اكتب بدل الاسماء هو هي هما هم هن نقول هذه حاضرين اذا غائبين ماذا نكتب مكان الكلمات نقول دجلة والفراد نهران اذا ما موجود الكلمة شنقول هما نهران هما نهران زينب ونجوة وفاة المهندسات اذا هن ما موجود شنقول هن هن مهندسات او مهندسات كامل وعلي وحسن فلاحون نحذف الاسماء نخليهم غائبون اليوم مجاية شنقول هم فلاحون ليلة وهد محاميتان نقول هما محاميتان الكتاب خير صديق هو خير صديق فاطمة ذاهبة الى المدرسة فنقول الى ان فاطمة مؤنثة ومفردة فنستاخذها هي ذاهبة الى المدرسة ذنب نحفظ المثل ما حفظ اسمي الضماء العلمود اقدر احسن ضع هو هي هما هم هن في الاماكن المناسبة في الجنة نقول المعلم بما ان المعلم مفرد مفرد مذكر فنستخدم لهو هو المعلم هو الذي يربي الأجيال المعلمة مفرد مؤنثة فاستخدم لها هي التي تربي الأجيال المعلمان هما الذين يربي الأجيال صار مثنة المعلمتان هما التي تربي الأجيال هنا صار جمع المعلمون هم الذين يربي الأجيال المعلمات هن يربي الأجيال اللائي يربي الأجيال هنا عديش الأسماء الموصولة اللي أخذناه في الدروس السابقة زيان صار معلوم هنا يجيك سؤال مرات يجيك يقولك المعلم هو الذي رب الأجيال حول الجملة إلى مفرد مؤنث فأنت تتحولها أو يقولك إلى جمع أنت تتحولها حسب هذا التمرين زيان عدنا التدريب الثامن هو وهماته مهم أربط كل ضمير في العمود الأول بالعبارة التي يمكن يكمل معناها في العمود الثاني يقول هي للمفرد المؤنثة إذن هي معلمة مخلصة هما معلمات مخلصة هما للمؤنث هن معلمات مخلصات إذن هن معلمات مخلصات نخليها للجمع المؤنث زيان هم هم للجمع المذكر إحنا عدنا معلمون مخلصون إذن هم معلمون مخلصون هو للمفرد المذكر إذن نخليها هو للمفرد المذكر هو مؤلمون مخلصون إلى هنا انتهى الدرس أتمنى استفاديته من عنده لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الدروس إن شاء الله